السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخي والأحبة اليوم موعدنا مع محاضرة جديدة استكمال العمليات التخمير السابقة تخمير لعادة التبلور أو التخمير لإزالة الإجهادات استكمالا لباقي عمليات التخمير اللي احنا خدناها قبل كده التخمير الكامل ثم التخمير بين العمليات ثم التخمير التكويري أو التلدين التكويري أو تحويل شرائح أو صفائح السمنطيت إلى شكل كروي فيحصل أن الصلب دوت اللي حصل له تكوير أو التخمير تكويري بيبقى سهل عملية التشغيل على الماكينات والشكل اللي قدامنا ده يوضح الجزء اللي تم تشغيله بألام الخراصة ده من ده اللي عليمين ده اللي حصل له تكويره وله على الشمال ده في شكل الصفائح أو شرائح من السمنطيت فده بيبين سهولة التشغيل على الماكينات للصلب الذي تم تخميره بعملية تخمير التكويري وصلنا دلوقتي إلى المرحلة الرابعة أو العملية الرابعة من عمليات التخمير وهي التخمير لإزالة الإجهادات ويطلق عليها أيضا تلدين إزالة الإجهادات أو التلدين اللي تحت الدرجة الحارقة وهو يشبه تلدين التشكيل ويشبه التخمير اللي بين العمليات والهدف من هذه العملية هي إزالة الإجهادات الداخلية المتولدة في الصلب أثناء عمليات التشكيل اللدن زي عملية الدلفنة أو عملية الدرفلة أو التشكيل بالآلات أو عملية التجليخ أيضا بنعمل عملية التخمير ديت علشان نتخلص من الإجهادات الناتجة عن تبريد الأجزاء الملحومة أو الناتجة عن المصبوبات اللي اتبردت بسرعة أو الأجزاء المطروقة على السخن أو على البارد وقد تكون هذه الإجهادات المتبقية أو المتخلفة عالية نتيجة عدم انتظام التبريد أو نتيجة عن عملية الانكماش وده بيؤدي إلى وجود إيجادات داخلية في المادة وده ممكن يسبب لها إلى في المادة دي إلى التواء أو الفتل في الشغلة نفسها وإذا زادت الإيجادات الداخلية ديت ممكن تؤدي إلى وجود شروخ داخلية أو شروخ ظهرة طبعا بعض المصبوبات دي ممكن بيجرع عليها عملية التشغيل بعد الصب عشان نجمعها في ماكينات أو نجمعها في أجزاء معينة عشان تدينا حاجة معينة بنعملها فده أثناء لو ما حصلش عملية التخمير ممكن يؤدي إلى فتل أو إطلاف هذا الجزء اللي إحنا جمعنا فيلزم إزالة هذه الإجهادات من القطع المشكلة أو المصبوبة قبل تجميعها في صورة مركبة معا كيف تتم عملية التخمير أو عملية إزالة الإجهادات طبعا بتسخين الشغلة إلى درجة الحرارة مناسبة معينة طبعا هتكون أكيد قبل 723 درجة لأنه بيحصلش فيها أي تحول مع الاحتفاظ بالقطعة المسخنة دي عند درجة حرارة المعالجة لفترة زمنية مناسبة لضمان التجانس الحرارة دي بكل القطعة سواء سطحها أو قلبها ثم بعد كده يتم التبريد في الهواء والراعة في عملية ديت أن تتم بطريقة لا تؤثر بصورة ملحوظة في خواص المد نتيجة الانفعال اللي حصل فيها أو عملية الإيجينج اللي بترفع الصلاة ويتتم عملية التلدين ديت لإزالة الإجهادات للصلب المشكل على البارد عند درجة حرارة أقل من 290 وفي بعض الأحيانة أطلق عليها تلدين إزالة الإجهادات أو تطبيع انفعالي ودرجة الحرارة اللي بتتم فيها عملية التخمير ديت ممكن تبقى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الأوشفة بشوية وده بتاعتقد شهور وممكن تبقى درجة حرارة أقل من درجة الحارجة السفلة وبتاخد دقائق أو ساعات بسيطة وممكن نصنف مع المواد الحددية كما يلي بالنسبة لدرجة الحرارة مثلاً للظهر عند درجة حرارة ما بين 480 تقريباً أو 500 إلى 600 درجة معوية لمدة 5 ساعات الصلب الكربوني المشكل على البارد واللي حصل له معالجة حرارية ممكن نرجعه أو نعمله إزالة الإجهادات من 495 من 400 من 500 تقريباً إلى 650 لمدة ساعة واحدة أو ساعة ونوط الصلب الكربوني الملحوم عند 650 درجة لمدة ساعة طبعاً لازم يكون التبريد بطيء من درجة الحرارة اللي ما احنا بنعلق فيها لما أنه يحدوث عدم الانتظام في الحرارة في القطع ويتم التبريد غالباً في الفرن في درجة حرارة تقترب من 430 درجة معوية ثم يبرد بعد ذلك في الهوا وعندنا الشكل اللي قدامنا دلوقتي يوضح تأثير التخمير لإزالة الإجهادات عند درجات حرارة مختلفة في حالة جزء من الصلب تم سحبه سحبه عميق طبعاً السحب ده كان على البارد وهنلاقي في الرسم دوت أو في الشكل دوت أن كلما زادت درجة الحرارة الخاصة بالتخمير لحد معين طبعاً قلت مقاومة الشد وقلت مقاومة وجهاد الخضوع ده بالنسبة للتخمير إزالة الإجهادات طبعاً ممكن نعمل وإحنا بنأزيل الإجهادات الداخلية ممكن تكون في نفس الوقت تخمير لعادة التبلور وتتم هذه العملية من المعالجة على الصلب عند تعرضه لدرجات عالية من التشكيل على البارد وتتم طبعاً بتسخين الصول بدرجة حرارة مناسبة وهي حوالي أربعة من عشر بدرجة الإنسهار تبقى لنوع الخامة طبعاً الحديد بيبقى حوالي ستمية ستمية وعشرين درجة موية الدرجة تعد تبلور الألمونيوم بيبقى حوالي متون وخمسين متون واربعين متون وسبعين في الرينج ده النحاس بيبقى حوالي 450 يعني درجة الإنسهار مضروبة في درجة أربعة من عشر ده بالنسبة للسباك ممكن تبقى في ثالثة من عشر إذا كانت الخامة نقية أو بيور ده بالنسبة لدرجة أعادة التبلور ونسيبها في الوقت حسب حجمها وشكلها فيديني حبيبات جديدة دقيقة ومتمثلة بدلا من حبيبات اللي تم تشكيلها وتعرضها لتشوهات نتيجة تشكيل على البارد وطبعا يستعيد الصلب لدونته والمطيلة بتاعته والعالية ويفقد كثير منها بعد عملية التشكيل على البارد مثل الدرفالة طبعا والبسق والسحب والطرق وغيرها ثم لما نعيد عملية نعمل عائد التبلور مرة تانية فترجع تاني وهكذا يحصل او الاكسس تبقى في الاتجاهات مختلفة متساوية عشان يبقى المعدن في الحالة دي يبقى صفت طبعا نسبة التشكيل على البارد بتأثر في حجم الحبيبات فكلما زادت نسبة التشكيل على البارد تزداد حجم الحبيبات لحد معين يبدأ بعدها ايه حجم الحبيبات يقل مع زيادة التشكيل على البارد او النسبة التشكيل على البارد كده بقى احنا ايه خلصنا عملية التخمير لعادة التبلور وشفنا ان عملية التخمير كتيرة بس انا عايز ايه من هذا الغرض غرض التخمير ده عايز منه ايه ده بيتوقف على اكثر من حاجة اه طبعا عندي حجم الحبيبات مهمة جدا اه والزمن ففيه علاقة ما بين اه زمن اه التخمير وحجم الحبيبات لما يكون بقى مثلا معمل فول انيليلنج اه الزمن مهمة جدا عندنا درجة حرارة طبعا مهمة جدا عندنا نمو الحبيبات العناصر الزائبة وعناصر الغير زائبة مهمة جدا في عملية التخمير هيتضح كل التفاصيل دي اثناء عمليات المعالجة الحرارية التفاصيلية فيما بعد اه كلنا على حدة سواء كانت تخمير او تأسية او مراجعة او نورمالايزينج او اثناء التشغيل تشغيل اه عدة عمليات اه وهكذا اه سواء كان ساحب عميق ولا باثق ولا دوفرميشن ولا تشكيل ايا كان حتى الماشينينج اه على المخرطة والفريزة والكلام ده محتاجة خامة تبقى طرية فاذا كانت الخامة مطروقة على الساخن وجاية فتبقى تأثر حتى في قلم الخراطة بتاكل الفدية بتاع قلم الخراطة او بتأثر فيه بتخليها تاكل بسرعة ممكن تؤدي لو زوادنا التغذية ممكن يكسر وهكذا فهذا لازم تبقى الخامة صوفت او اه مخمرة بحيث ان يمكن تسهيل عمليات التشغيل فمسلا بالنسبة لعلاقة ما بين التخمير اه زمن التخمير وحجم الحبيبات كلما زاد زمن التخمير زمن التلدع زاد حجم الحبيبات وده هنشوفه في ايه في الشكل اللي قدامنا ده لو انا خمرت عندي مثلا تلتمية او خمسمية او سبعمية اه وزودت الزمن هتلاقي برضو ايضا حجم الحبيبات بيزيد وحجم الحبيبات بيزيد ده بيأثر هدتيجة سلبية على اه عمليات التشغيل اه العناصر الغير زائبة بتعرقل او تمنع عمليات نمو الحبيبات اثناء المعالجة الحريرية زي مثلا كربيد الفناديوم اضافة عناصر معينة اه تحد من عملية نمو الحبيبات اثناء المعالجة الحريرية زي اضافة عنصر النيكل الى الصلب ده مهمة جدا في اه عمليات اه تقليل حجم ايه الحبيبات وعدم نموها او زيادة حجمها كل ما زادت طبعا برضو درجة الحرارة بتؤدي ايضا الى سرعة حجم الحبيبات وهكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا عجب الفيديو اضغط لايك او سبسكرايب ولكم كثيرة شكر على تدعمنا اشتركوا في القناة